اكدت سعادة الاساذة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة ان مؤتمر القلب الرياضي الذي من المقرر ان ينعقد خلال شهر ديسمبر المقبل تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الانسانية وشؤون الشباب يمثل نقلة نوعية في مجال الطب الرياضي وان مملكة البحرين تتفرد بتنظيمه على مستوى دول المنطقة واضافت خلال المؤتمر الصحفي للاعلان عن المؤتمر الطبي بتنظيم من وزارة الصحة ومركز محمد بن خليفة آل خليفة التخصصي للقلب وبتعاون مع المجلس الاعلى لشباب والرياضة ان المؤتمر بالاضافة الى الحملة الاعلامية والتثقيفية نبض الرياضي يعدان نتاجا لتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بتشكيل لجنة لدراسة اسباب الوفاة بالمماشي والصالات الرياضية من جهته صرح السيد مروان فؤاد كمال مدير عام التخطيط والموارد بالمجلس الاعلى لشباب والرياضة انه بناء على توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة فقد تم تشكيل لجنة لدراسة حالات الوفاة في المماشي والصالات الرياضية والتي خرجت بتوصيات عدة كان ابرزها الدعوة لعقد مؤتمر علمي يستقطب ابرز المختصين في هذا المجال مؤكدا ان هذا الحدث الرياضي والطبي الهام يعكس مدى اهتمام سموه بمخرجات وتوصيات لجنة دراسة اسباب الوفاة بالمماشي والصالات الرياضية حرص سموه على اتخاذ الاجراءات المناسبة للحفاظ على ارواح المواطنين والمقيمين من ناحيته قال رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر القلب الرياضية دكتور عاد الخليفة رئيس قسم كهرباء القلب بمركز محمد بن خليفة الخليفة التخصصي للقلب ان مؤتمر القلب الرياضي والحملة الاعلامية والتثقيفية سيسعيان الى تسليط الضوء على اهمية ممارسة الرياضة السليمة بشكل عام الى جانب التثقيف والتوعية بالأسس الصحية والطبية التي يجب على الجميع مراعاتها لينعم بحياة صحية ممتازة ويسعى المؤتمر في دورته الاولى هذا العام الى مشاركة دولية واقليمية لنخبة من المتخصصين في القطاع الطبي والرياضي داخل وخارج مملكة البحرين التركيز على ابرز ما توصلت اليه الابحاث والدراسات الطبية في مجال القلب الرياضي والاساليب الحديثة في التشخيص والعلاج وطرق الوقاية من الاحداث المفاجئة وكيفية التعامل معها مؤتمر طب القلب الرياضي يعتبر مؤتمر مميز على مستوى المنطقة ونحن فخورين برعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية رعايته بتضيف زخم كبير لهذا المؤتمر ومثل ما قلت انه مؤتمر مميز في المنطقة بحيث انه هو يشمل امراض القلب وفي نفس الوقت الرياضيين والامراض والحالات اللي اتصحبهم احنا نتمنى من هذا المؤتمر انه يبرز صورة البحرين في المحافل الدولية كمركز متقدم للطب وفي نفس الوقت مملكة تهتم بالرياضيين والرياضة اشتركوا في القناة شكرا